بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا متابعين الكرام و اهلا وسهلا كل اللي بيسمعني الاول مرة معكم من صفاء قناة يوتيوك اللي بيسمعني الاول مرة وعجب الفيديو ما ينساش تشترك وفعل قرص هاب بعرفوا اني في قناة ثانية اسمها يوتيوك معرفة تابعونا على القناتين واشتركوا في القناتين كيصل لك كل محتوى القناتين القناتين بنزل فيهم تعابير وانشاءات ووضعيات ادماجية وحلول وتلخيص دروس وباقي محتوى القناة ادمونا باشتراكم وتفعلكم للجرس للقناتين ولا تنسوا اللايك وكمانت حلو للقناة اذا اعجبكم الفيديو او استفدتم من الفيديو اعملونا اه اللايك ما تبخلوش علينا باللايك اه اليوم تعبير كتابي او وضعية الماجية عن دور اه اه الحج في التقارب والتواصل بين الشعوب مقطع شعوب العالم اه مقدمة وعرض وخاتمة اه هذه الوضعية بنمط تفسيري نمط تفسيري اه العرض عفوا المقدمة اه طرق بيض ان الله عز وجل ان الله عز وجل جعل الناس شعوبا مختلفة وقبائل متعددة وقد يتطلب هذا التعدد والاختلاف في الاعراف البشرية التعارف والتواصل وهناك طرق عديدة يمكن من خلالها التعارف ومنها اه اه الحج اه اضع نقطة لمحة كده عن الموضوع العرض اطرق بيض الحج ظاهرة عالمية او مؤتمر عالمي يجمع شعوب شعوب العالم من مختلف بقاء الارض ويتكرر مرة واحدة كل عام ويلتقي فيه كل شعوب العالم سواسية في موقف مشهود الحج اكبر تجمع بشري الحج اكبر تجمع بشري متنوع في العالم على الاطلاع يقدم كل عام نموذجا فريدا من الانسجام في الاراضي المقدسة حيث يأتي قوافل الحجيج حيث يأتي قوافل الحجيج وطلائع وفود الرحمن من الاراضي القريبة والبعيدة وفود الرحمن من الاراضي القريبة والبعيدة ملبية دعوة نبي الله ابراهيم عليه السلام ملبية دعوة نبي الله ابراهيم عليه السلام خليط مختلف من الحجيج جاءوا من كل منبته مشرب لينجذبوا إلى بقعة واحدة ولا تستطيع أن تميز بينهم إلا إذا تحدست معهم عبر لغات ولهجات مختلفة ولا تستطيع أن تميز بينهم إلا إذا تحدست معهم عبر لغات ولهجات مختلفة ولكنهم يتعارفون فيما بينهم نكمل بتحييد الإسلام ولا تسمع منهم جدالا ولا بينهما فرقة هنا في فصلة ما يستدعي الانتباه هنا التوافق والانسجام هذا التوافق أعطى فرصة للتعرف على عادات وتقاليد كل حاج وسبل العيش وهناك الكثير يقومون بحمل هذه الصورة إلى بلدانهم ونقل مضمونها إلى وعي شعوبهم أضع نقطة الختمة أطرق بيض إن التعارف والتواصل لا يعني الإنسلاخ من الهوية إن التعارف والتواصل لا يعني الإنسلاخ من الهوية بل يقتضي بل يقتضي الاحترام المتبادل ويقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم واجعلناكم شعوبا وقبائلة لتعارفوا أضع نقطة عند القول نضع النقطتين عند الاستشهاد نضع المزدوجان في البداية نفتحهم ونغلقهم في النهاية تعبير كده أو وضعية قصيرة يرب تعجبكم عن دور الحج في التقارب والتواصل بين الشعوب نمط زي ما قلت لحضراتكم نمط تفسيري بفسر استخدمتنا الأفعال المضارعة وعندنا الضمائر وجمال خبرية كلها جمال خبرية ووفر التعريفات وأيضا عدم وجود رأي الشخص لا يوجد رأي شخصي كلها تفسيرات وتعليل موجود في القناة عن شعوب العالم مقطع شعوب العالم كثير من الوضعيات التواصل والتقارب بين الشعوب بأكثر من نمط وموجود أيضا عدد تقاليد الدول طلبت مني هذه الوضعية من أحد المتابعين لو وجدتوا الوضعية طويلة يمكنكم تلخيصها أو تلخصها بطريقتكم وإذا لم تعجبكم الوضعية ممكن تأخذوا منها وتكتبوا أنتم بطريقتكم ليس بالضروري كتابة مثل ما أنا كاد وطبعا إحنا بنكتب على حسب التعليمة على حسب التعليمة بنكتب وتوظيف كمان لما نقرأ التعليمة جيدا ونقرأ المطلوب منينا في التعليمة ماذا يريد في الطو ونحن نوظف ماذا نوظف ونكتب على أساس التعليمة أشكركم على حسن الاستماع وأترككم في رعاية الله أراكم في الفيديوهات القادمة وأترككم في رعاية الله مع السلامة لا تنسونا باللايك وتبخلوش علينا باللايك واثبطوا جودك بكمنت حلو للقناة وكمان إذا تستطيع تشير الفيديو شير لنا الفيديو وجزاكم الله خيرا أراكم في الفيديوهات القادمة مع السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة